تعود حالة الاضطراب الأمني مجددا إلى العاصمة المؤقتة بعد حادثة مقتل مدير جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية محمد شجينة شهود عيان قالوا إنه عثر على الشجينة مقتولا في ساحل أبيان بعد ساعات من اختطافه مع سيارته من قبل مسلحين من أمام منزله وتشهد العاصمة المؤقتة عدا بين الفينة والأخرى العديد من حالات الاغتيال التي استهدفت جلها شخصيات محسوبة على التيار السلفي وحزب الإصلاح تشير أصابع الاتهام في حوادث الاغتيالات التي تشهدها عدا إلى أياد لها علاقة بقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارة ومنذ تحرير العاصمة المؤقتة عدا لا يزال الإنفلات الأمني يقض مضاجع المدينة التي تعاني انتشارا واسعا لفصائل مسلحة وعمدت الإمارات منذ تحرير عدا إلى تشكيل فصائل مسلحة تتبعها خارج نطاق الجيش الوطني بهدف إحكام قبضتها على المشهد كليا في العاصمة المؤقتة وكانت تقارير أممية قد تحدثت في وقت سابق عن العديد من الانتهاكات التي قامت بها قوات الحزام الأمني تنوعت ما بين الاختطاف والاعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون وأمام كارثية الوضع الأمني الذي تعيشه عدا يتساءل كثيرون عن مدى جدية الحكومة الشرعية في وضع حد للاختلالات التي تعيشها المدينة وهو وضع عبر عنهم مواطنون بأنهم يذبحون بصمت أمام منازلهم